معضلة أخرى وتحدي شاق تواجهه المحكمة قبل محاكمة الرئيس الأمريكي السابق المفترض إجراؤها في الرابع عشر من أغسطس المقبل حيث سيتعين إيجاد 12 شخصاً لتمثيل هيئة محلفين عادلة ونزيها في ولاية فلوريدا وهي ولاية يتمتع فيها ترمب بدعم كبير هؤلاء عليهم التزام الحياد والتخلي عن أي أفكار أو آراء مسبقة بشأن ترمب ما سيصاعب المهمة فروبرت ماندلف وهو محامي ولاية فلوريدا أكد أن العنصر الأكثر خطورة والأشخاص الذين لديهم أجندات خفية ومن المفترض أن يقيم المحلفون القضية على أساس المعطيات العملية وليس وفقاً لأرائهم المسبقة عن المدعى عليه لكن حقيقة أن المحاكمة تتعلق بشخصية مشهورة ومستقطبة مثل ترمب فقد يكون ذلك صعباً للغاية وفقاً لبي بي سي فخلال عملية اختيار هيئة المحلفين يمكن للطرفين أي الدفاع والإدعاء سخدام كل أداة ممكنة بينها الاستجواب العدواني والمختصين النفسيين لمساعدتهم على التخلص من المحلفين المتحيزين علماً بأنه لثبوت الإدانة يتعين على هيئة المحلفين الإجماع على ذلك القرار أما تصويت محلف واحد فقط لصالح ترمب فيعني خسارة حكومة الولايات المتحدة لقضيتها ضد الرئيس السابق المتابعة المزيد من الأخبار والبرامج والقصص الإنسانية والوثائقيات والتقارير الإخبارية لا تنسوا الاشتراك في قناتنا على يوتيوب، الضغط على زر الإعجاب وتفعيل جرس التنبيهات